الامن اللي يشوفه بالموصيد مو القوات الامنية لانه احنا كان عندنا عدد وعدة اكثر من الامن وانت مضطرق لهذا الموضوع كان في قابل 2014 العدة والعدد اكثر بكثير من الان لكن التعاون المواطن هو الركيزة الاساسية بالامن جنابك انا محافظ وانت صديقي انا اخليك السيارة ونطلع انا يأكل سنجار انا نطلع واحدنا ماكو حماية اطلع القيارة روح الربيعة روح الحمدانية هذا ليس مع كل الاحترام لما تقدم القوات الامنية لكن هو مو مسألة قوات الامنية مسألة انه الناس هي تريد الامن وتتعاون مع القوات الامنية اللي هي بالاخير هي الساعد الضارب هذا الاشيوفه يعني الامن والاعمار لا يمكن ان يكون بدون امن انت اذا ما عندك امن وامان لا يمكن ان يكون عندك اعمار